وطني في حصيلة لها اليوم السبت بأن إرهاب الطرقات قد حصد ملايقيل عن 2300 قتيل وزيد من 20 ألف جريح في زيد من 12 ألف حادث وقع على المستوى الوطني خلال السبع أشهر الأولى من هذه السنة ما يمثل تراجعا مقارنة بنفس الفترة من سنة الماضية والتي شهدت وقوع زيد من 14 ألف وثلاثمائة حادث أسفر عن 22 ألف ومائتين وستين وستين قتيل ذلك ما أكدته حصيلة كشفت عنها اليوم السبت قيادة والدرك الوطني هذا وكانت ولاية الجزائر العاصمة على رأس هذه الحصيلة المأسوية من حيث عدد الحوادث بتسجيلها ل793 حادثا فيما سجل أكبر عدد من القتلى بولاية المسيلة والتي أحصت 98 ضحية